هذا وتشهد العلاقات بين القاهرة وكينشاسة تطوراً إيجابياً وتنامياً ملحوظاً على جميع الصعود وتحرس العاصمتان على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها باستمرار بحكم التاريخ والجغرافيا تشهد العلاقات بين مصر والكونغو الديمقراطية تطوراً إيجابياً وتنامياً ملحوظاً على جميع الأصعدة سواء سياسياً أو اقتصادياً وكذلك ثقافياً تضرب العلاقات بين مصر والكونغو بجذورها في التاريخ إذ يربط البلدين شريان واحد هو نهر النيل الذي كان همزة الوصل لتطور العلاقات التي أخذت زخمها في فترة السبعينيات حينما استعان رئيس الكونغو الديمقراطية السابق موبوتو سيسي سيكو بخبراء عسكريين مصريين لمواجهة انقلاب ضده كما وقع موبوتو مع مصر على اتفاقية تعاون عسكري وفني وتبادل وتدريب عسكريين في العاصمة الكونغولية كنشاسا في بداية ثمانينيات القرن الماضي وعلى مستوى العلاقات السياسية يوجد تطابق في وجهات النظر بين القاهرة وكنشاسا بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية منها مياه النيل والحاجة لاستمرار التفاوض بين كافة دول الحوض للوصول إلى التوافق الأمثل للمضي قدماً في المشروعات والبرامج الكفيلة بتحقيق كافة مصالح الدول وترجمت تلك العلاقات في تبادل الزيارات بين المسؤولين المصريين والكونغوليين خاصة خلال العامين الماضيين وأبرزها زيارة رئيس الوزراء الكونغولي ماتاتا بونيو مابون لمصر تم خلالها التوقيع على عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بين الجانبين في العديد من المجالات وذلك في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين أما على المستوى الاقتصادي فتسهم مصر عبر منحة مالية الكونغو في وضع الخطة القومية لإدارة الموارد المائية بالكونغو ونقل الخبرات الزراعية المصرية للكوادر الكونغولية والاتفاق على استقبال القاهرة لـ 12 من الكوادر الفنية الكونغولية للتدريب على التطبيقات التكنولوجية المتطورة في مجال المياه